الطريقة جدا سهلة وبسيطة وعلشان يجي معك هذا التصميم لابد يكون جهازك يدعم خاصية 3D Touch بالغالب من الآيفون 6S وطالع يدعم 3D Touch وعشان تفعلها تدخل على الاعدادات وبعدين تروح على عام هنا وبعد كذا على امكانية وصول وبعد كذا تنزل لحد ما تحصل عندك 3D Touch وتفعل هذا الخيار بالطريقة هذه وعلشان نستخدم هذه الميزة بالفيديو ندخل على الاعدادات وبعد كذا نروح على مركز التحكم وبعد كذا تخصيص عناصر التحكم وننزل لحد ما يجي خيار تسجيل الشاشة ونفعل هذا الخيار ونجيبه بالأعلاء طيب استخدامها بالصور جدا سهلة علشان كذا ما يشرح الفيديو أول شي نروح على ألبوم الكاميرا ونشوف مقطع الفيديو اللي احنا نبيه ولكن قبل نروح نضغط على اللي هو تسجيل الشاشة ونتأكد من الميكروفون أنه شغال بعد كذا نضغط على تسجيل الشاشة بالطريقة هذه ونشوفوا شو مقطع الفيديو اللي احنا نبيه إذا سجل اضغط على مقطع الفيديو ضغطه بالشكل هذا تكون يعني نصف قوية ونخليه لحد ما يكمل المقطع بالطريقة هذه إذا خلصت من تسجيل الشاشة رح للمقطع الفيديو وبعدين أعطاه تحرير وقص الجزء اللي أنت مات به بالشكل هذا قص الجزء اللي أنت مات به وشوفها البداية والنهاية اللي ترغبها وبيطلع عندك مقطع فيديو بهذا الشكل وممكن أن تغبطه أكثر وممكن تكتب عبارات تحت بالأسفل وهكذا أجيلك فيض حب وشوق هادر وفي عيني وفي صدري سوالف أجيلك من شموخ العشق حادر تلقاني كفوفك وانت حالف أما صور ضريقتها أسهل بكثير بس أنك تضغط ضغطة مطولة بالشكل هذا وبعد كذا تصور الشاشة وتكتبها عبارات عليها زي الصورة اللي رح نزلها لكم بعد سنابة هذه وبهذه الطريقة تكون أنت صممت مقطع فيديو أو صورة بدون استخدام أي تطبيق للتصميم ومثل ما كنت أنا أستخدم في الستوري عندي أني أكتب هنا بعض الشروحات على بعض الصور كلها كنت أستخدم بنفس الطريقة هذه أتمنى إن شاء الله أن هذه الطريقة تفيدكم وأنكم تورروني إبداعاتكم وتحياتي للجميع